لماذا الموت؟ لماذا نموت؟ الجواب على ذلك في كلمة واحدة لأننا لم نخلق لهذه الحياة الغرض من وجودنا في هذه الحياة عندما يتحقق نحن جئنا لهذه الحياة لغرض عندما هذا الغرض يتحقق لا يوجد معنى لبقائنا في هذه الحياة ما هو ذلك الغرض؟ الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم قاعة امتحان أديته الامتحان ما تبقون إلى النهاية في قاعة الامتحان؟ يجب أن تخرج الله تعالى يقول في آية أخرى ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ شُنُّ تُعْمَلُونَ احنا الآن في هذه المرحلة مرحلة ننظر كيف تعمل شُنُّ نعمل في هذه الحياة فإذا مرحلة ليبلوكم انتهت بعد ما كُم معنى لبقائنا في هذه الحياة إِذَا مَرْحَلَتْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ انتهت بعد لا معنى لبقائنا في هذه الحياة تَعْمَلُونَ